بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة اه هنتكلم عن عملية بنشوف الاجانب كتير بيعملوها. اه لكن احنا ما بنهتمش بيها. لكن في الواقع لو قدرت تعملها هي عملية صعبة شوية تمام? ولكن لو قدرت تعملها العملية ده هي هتعمل لك حاجتين. اول حاجة هتديك جودة كويسة جدا للمحصول بتاعك تمام? وتاني حاجة هتعملك اه هتديك محصول كويس جدا برضو. لكن هتعملها يبقى تعملها عن خبرة وعن علم. تمام? يعني تعملها عن خبرة وعن علم امورك طيبة. هتعملها عن جهل للأسف شديد. امورك مش هتبقى طيبة خالص. العملية دي عملية ايه? عملية اللي هو قص القمة النمي او عملية الاخصاء اللي هتحصل للقرعيات. تمام? عملية الاخصاء اللي هتحصل للقرعيات او القمة النمي. يعني اه العملية دي ايه? شوف احنا دايما عندما القرعيات بتلاقي فيها تفريعات كده. يعني ده دي فرع اهو. دهوت فرع اهو. في الارع العسل اهوت. هتلاقي زيه في البطيخ. هتلاقي زيه في الكنتلوب. اه وهكزه. تمام? في الكوسة طبعا ما شايف انفع. تمام? لكن احنا بنشوفه هنا في الارع العسل اهو. تمام? وبنشوفه فين في البطيخ. تمام? هو اعملية الاخصاء يعني ايه? يعني الفرع ده نقطعه ضدورة ده اللي عملينا مش شاكل عشان ما عرف بس ايه نتكلم. طيب. ده الفرع ده مسلا اهوت. تمام? الفرع ده جاي من هنا. جاي من هنا اهو. تمام? تفرع بتاعه اهوت. اده اول سمرة فيه اهيه. تمام? وتاني سمرة اهيه. تمام? طيب. وتالت سمرة اهيه. تمام? كفاية عليه كده? ايوة كفاية عليه كده. هنروح فين? هنسيب عقلة. تمام? او عقلتين. وهنشيل اه ده. يعني انا انا اخر سمرة عندي اهيه. تمام? ديت ممتازة جدا. وهيحصل لها تلقيح. ما فيش اي مشكلة خالص. اللي قبلها امورها طيبة وفتحة والصمرة نفسها كويسة جدا. تمام? واللي قبلها برضو الصمرة كويسة جدا. وتم العقد فيها ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? تمام? لحد كده. طيب. ديت زي الخيار بالزبط. دي الورقة بتاعتها هيت. والبرعن بتاعها اهو. تمام? والصمرة اهيه. تمام? طيب نيلي نيجي اللي اللي بعديها ادى الصمرة تانية اهيه. تمام? طيب. ادى صمرتين اهمت ووحدة وراء اهيت. تمام? يبقى كده تلات صمرات. تمرات ثمار. تمام? هنيجي اه بعد ديت بعد اخر واحدة اللي هي دي اخترت انا تلاتة اهم. تمام? وممكن يكونوا اتنين ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? وهنيجي نسيب اول عقلة وتاني عقلة. لو فيه صمرة هنشيلها. لو فيه صمرة في الابط بتاع الورقة دي. الورقة دي تقطعت مني. لو فيه صمرة في الابط بتاع الورقة دي. زي زي دي اللي بعدها اهيه. في صمرة في الابط دي هنشيلها. تمام? وهنيجي من هنا ونعمل عملية قص كده. تمام? هنقص كده. ليه بنقص كده? علشان الفرع ده طول ما هو ماشي. تمام? الفرع ده. آآ طول ما هو ماشي. بيمتص غزة. من الورق. من السمرة نفسها. من الام نفسها. تمام? فانا خدتي منه تلات حبيات زي ما قلت لك اهمت. ادى واحدة. تمام? ادى اتنين. ادى تلاتة. تمام? خدتي منه تلاتة. على فكرة فيه كزا فرع في النبات الام نفسه متفرع كده. تمام? تعارف ان الارعي العاسي دي بفرع كتير. زي البطيخ مثلا. وهنيجي هنا وهنا ايه? وهنقطعه. هتلاقي الغزاء اللي هو زي ما برضو ما بنوصل في ايه? آآ في الخيار او الطماطم لما بتوصل للسلك. آآ في ناس بتقصها وتخلاص على كده. ليه بنقص ليه? علشان انا عايز الغزاء اللي بيمتصق جدر وبروح للقمة النامية. تمام? اوفره للسمر رهية. تمام? لما وفره في السمر رهية. تمام? اول حاجة مش هتدينه انه هو خضر زي اللي انت شايفه الكسيف اللي هو يعني اتقلب ضده كده. تمام? وش هتدينه انه مقوله خضري ده. الكتير ده هوت والكسيف ده. تمام? ثانيا هتوفر علي آآ الغزاء اللي انا بنحطه بدل ما بيطلع على الورق والنبات يكمل تاني لأ انا قصيته وبقول له لأ ارجع بقى ايه? ادخل على الصمار. تمام? ادخل على الايه? على الصمار. زي ما تكون مياه مشرف مصورة كده. تمام? وانت بتقوم قافل محبس ومحولها على ايه? على نهاية. اه نفس الطريقة. العناصر الغزائية وطلع من الجدر على السقان اللي هي الشبكية اللي انت شايفين هدية. تمام? فآآ بتطلع على الصمار وماشي بقى مكملة في الورق بقى طول ما النبات ماشي يصحي يشغل. لا انا بقول له وقف لحد عندك هنا وبقوم ايه اقصه. وكفية علي الكمية دي كلها. تمام? ممكن تكتفي بصمرة. ممكن تكتفي باثنين. ممكن تكتفي بتلاتة. انت حر على حسب النبات ومستوى التغذية اللي عندك. تمام? يعني يعني الصمار آآ موجودة كتير هي. كان يعني ممكن على مسلا واحد تاني زي دا كده. هقوم اهو. شايف دول تلاتة هم. تمام? هم التلاتة كويسين. تلاتة كويسين اهو. تمام? سيف هم تلاتة كويسين اهو. تم النام يدية وايه? وايه? اقطع اهية انا اقطع حابل كده على فكرة اهية. تمام? سيبت عقلتين اهو. اده واحدة. هو اده واحدة. وقمت اقطع من هنا. تمام? يعني بقول للنبات ايه? بقول للفرع نفسه. تمام? بقول له لحد كده وكفاية وعايز انك ايه? يحصل تخزين. نروح لغيره لغيره برضو كذلك اهو. نفس القصة. تروح لغيره مثلا. ويفضل العملية تعمل يعني اهو. اده فيه اتنين اهو. صغيرين اهو. ممكن اقص كده. وايه? هي لسه صغيرة. تمام? دي عملية من عمليات اللي ايه? اللي احنا آآ بنعمل. اهي. نحلة شايف دي اتبرو احنا ايه? قطعنا القمة النامية بتاعت. اده يجي مسلا لوحدة زي دي. شايف الحملة عليها اده ايه? شايف دي مسلا اهي نفس القصة اهي. عليها كان. عليها تلاتة اهو. هقوم جاي من هنا. الشايل ده اهي? ماشي? الشايل الصغيرة دي. ورايح على القمة النامية دي كده. واقصصها. ووفر الغزاء للتلاتة دول. كويسين اول. لحتى لو نجح منهم اتنين هيبقى كويس جا. جدا. الفرع دي انا اطعى قبل كده. ما شاء الله. ابتدى هو تكبر اهم تلاتة اهم واحد. اتنين اده تلاتة. هسيبه تاني كمل ويبقى فيه سمار يبقى فيه مشكلة. تمام? فهنعمل له اخصاء. طب العملية دي تنفح في البطيخ. تنفح في البطيخ عادي. انت اه في فيديو اقدر احطه لك على اه وانا بمنتج الفيديو احطه لك تمام? هتشوف اه الاجانب برضو بقصوه بس هو لسه صغير جدا يعني كمام? فتنفح في البطيخ. لان البطيخ عندنا برضو اه بيعملوله عملية تحذير. يعني ايه عملية تحذير? يعني انا عندي مسلا سيخ خمسة اخياء اللي عندي الفين وخمسمائة او تلات تلاف اه نبات بطيخ في الفداء. تمام? طبونا اربعة تلاف متر ومتين. تمام? طيب عندي اه عندي سي يعني اه عندي اه تلات تلاف اه تلات تلاف اه نبات بطيخ في مساحة الفدان. تمام? تلات تلاف دولة ازيحمل كل واحدة كام? كل واحدة حبيتين. تمام? او تلات حبات. والباقي? لا الباقي انا مش عايزه. ليه? لانه مكتفي بالتلاتة. التلاتة دول هيديني حجم هيديني جودة. اه بالتالي لما يديني حجم ويديني جودة هيبقى عندي. اه بالنسبة لعملية التسويق بتاعته تبقى ممتازة جدا بس تفدت بيها. ثانيا محصول عندي كويس جدا ومفوش اي فقط خالص. لا صغيرة ولا اي حاجة خالص. تمام? فدية برضو بتايه? اه بتبقى كويسة جدا. ممكن نعمله ونعمله هو صغير. اه بنشرنا فيديو معك هو يعني ماشي بالمراحل بتاعته الجماعة العجانب دول اه بيعملوا ايه في البطيخ وهذه الصغيرة. تمام? فممكن اه تتعمل. بس زي ما قلت لحضرتك لازم العملية تتعمل. يكون على دراية. ويكون على علم كويس جدا. اه ما يكونش يعني لو في البطيخ مسلا. تمام? احنا لما بنعمل تهدير في البطيخ. اول الغمي بتاع البطيخ او الحب الصغير بتاع البطيخ ما بيبقاش حلو. تمام? ما بيبقاش حلو بالمرة. تمام? يعني ما بيبقاش حلو بالمرة? يعني الرمي دايما اللي بكون حلو اللي بيبقى في نص الفرع بتاع البطيخ. المددات بتاعت البطيخ السقان. تمام? اه بيبقى فيها كويس جدا. اللي في بقى في الاول ما بيبقاش كويس. واللي بقى في الاخر بره ما بيبقاش كويس. تمام? فبنمسي ناس عندها خبرة. تمام? اي بطيخة شكلها مش حلو. مش نازلة بالشكل المزبوط. تمام? بيشيلوا منها اللي بيشيلوه ويرموه عشان ياخد واحدة غيرة. فهو بيعمل اختيار لحبيتين بطخ كويسين. تمام? طبعا دي خبرة زي ما اقولك البطخة لها آآ كنت تكلمتها في كذا فيديو بتبقى نازلة آآ مسحوبة كده. ما فيهاش اي سقوب. ما فيهاش اي اكل حشرات. ما بقاش فيها اي عوجاج بالنسبة العقد بتاعها تم بطريقة سليمة. آآ خبرة بقولك مجرد ما تبص فيها الناس اللي عندها خبرة. بتفهم دي السمرة دي كويسة. فبيسيبها والباقي بيشيلو. بيشيلو ليه? علشان آآ يوفر الغزاء اللي بيطلع من الجدر للأوراق والسمار بتاعت النبات. يتحول لايه? للسمار ده هي اتمن بقاش حاطة عدد سمار كتير. ايه على الفاضي يعني في الاخر الجودة بتاعته هيبقى كويسة. والاوزان بتاعت البطيخ مش هتيبقى كويسة. تمام? بيستخدموا الطريقة دي بيستخدموا الطريقة دي اتعادي ما فيش اي مشكلة خالص. وبيستخدموا كمان معاها عملية التحذير اللي بنقول عليها ده هي تنهو بيختار له حبيتين او تلاتة على النبات الواحد. بحيس ان الانتاج بتاعه يبقى مميز من حيس الجودة ومن حيس الاوزان بتاعته تبقى كويسة. وبالتالي الانتاجية عنده والقيمة التسوقية بتاعتها هتبقى ايه? هتبقى عالية. تمام? آآ فممكن نعمل العمليتين دول وممكن نعمل نكتفي بعملية واحدة. ولكن زي ما بنقول عايزة آآ ناس عمال فهمة ودرسة هم بيعملوا ايه بالزبط يعني مش مش صدقات. تمام? شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى واركاته.